اهلا بكم النهاردة حوار مهم جدا جدا في الشخير زي ما احنا شفنا اللي بيشوفنا ده دلوقتي ده دي حقيقة خلي بالكو ان الشخير بيأثر على الوزن وبيزود من خطر الاصابة بالسكر من النوع التاني حيثة الوزن دي محتاجة ان انا بقى بالراحة خالص اشرحها في حاجة في الجسم اسمها الستايت سنتر او مركز الاشباع وده موجود في الهايبوسالمس فين يا سيدي في الهايبوسالمس فين بقى الهايبوسالمس ده الهايبوسالمس هو المهيد في المخ فلاقوا انه لما الواحد بيشخر والرجالة طبعا بيشخره بشكل اكبر لقوا انه في ارتباط وصيق بين تناقص الاكسجين اللي داخل مع طبعا توقف النفس وجودة الستايت سنتر اللي هو الهايبوسالمس يعني بالبلدي اول ما الواحد يشخر كتير ويتقفل نفسه بشكل كبير الاكسجين اللي داخل يبقى ليل في مركز الاشباع في المخ يعاني لما يعاني الانسان ياكل يسحى من النوم على كرش تنفس قام في النوم بص الليل طب يعمل ايه من ضمن الحاجات اللي لازم يعملها من النشاطات اللي عشان حتى في بقى انسداد في الزور وجفاف في الزور اللي لو كان بتنفس من بقه فعايز يشرب مية تب مية شرب عصير تب لما يشرب عصير ومية السكر هيدخل تب السكر يخليه جوع تب مانا هاكل حاجة بتزايا كده على الماشي اروح رايح نحية التلاكيه واكل بتزايا فيبقى الشخير ومشاكل انهم قدت الى سامنا الكوميديا بقى مش الكوميديا ده دي الحاجة اللي بيسموها المفاجأة الطبية الجميلة طب لو احنا صلحنا مشاكل النوم هل ده هيتوقف هل الوزن هي ايهل هنشوف النهاردة في هذا الحوار الممتع جدا خصة في منتهى الامعاء والاسهارة تشويق مهم جدا لان زي ما بيقول لكم احنا قدام قضية مهمة توقف النفس اثناء النوم بيزود الوزن زي ما انا شرحته وانا اسمع شرحه تاني طب لما نعكس القضية هل الوزن هي ايهل ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة المبدأ في حواره دائما اشتاز دكتور الشام ابراهيم استشاري الانف الوزن والحنجرة والعلاج بالليزر وزمالة الجامعية المصرية والاوروبية للشخير وامراض النوم والاستاذ زائد بمستشفى رؤية الكلمة منهورني يا دكتور الشام اهلا بك يا اشتر نهاردة حوار مسير ان شاء الله ضيف العزيز قال لأستاذ ايمن مصفى محمد 43 سنة منوارني أستاذ ايمن وسعيد جدا بهذه الزيارة انا احب بكل الناس تسموهم ايمن عشان اسمي عايزة قدام الكلام اللي انا قلته ده نسمعه منك بطريقة تانية اكيد انت اوبزر هي طبعا انت في مركزك بتركز على انه مريض يهلك عنده مشاكل فيش خير بنعمل عملية او بتزبطه بقلاج بيتزبط الاكسجين بيتحسن الدمور بتتحسن التنفس كويس مفيش صحيان مفيش صوت ضغط ده مو بيتحسن ده اللي بتراعي هل عملت دراسات على الوزن؟ الحقيقة النهاردة الجديد في حالة الأستاذ ايمن ان شديني جدا شديني جدا ان هو اما جالي بعد العملية وقدين بيقول يا دكتور انت عارف ان انا طبعا انا قبل ما بنعمل العملية بنعمله فحوصات كاملة وزن وسكر وبنعمله قياسات رقبة وقياسات اكسجين يعني فحوصات كاملة واتجلكم الدهون حوالي كل حاجة كل حاجة باللسان بالزبط كان وزنه وهو جالي تقريبا 120-122 140 كم؟ 140 140 كيلو 140 كيلو وزنه 140 كيلو هو احنا ما نعرفش الوزن هو يعرف اه طبعا اه يعني بيجيلي كل يوم بيجيلي يعني كل عيان باللسطة بتاعته وخلال شهر نزلت 11 اه هنحكي بقى حكيتك لان حكيتك مسيرة اه حكيتك مسيرة جدا الحمد لله اه يعني يعني لان احنا بصوا انا قديت العنوان البريف هل هناك ارتباط بين الشخير والوزن ده العنوان بتاع الحلقة النهاردة احنا الكلام دك كنت بشوفه العيان بعمله العملية يجيلي مثلا بعد اسبوع يقولت خلي يا دكتور انا نزلت 7 كيلو يعادوا عليك كده يعادوا عليك كده ليه لان الحقيقة انا مع العيان طبعا بعد العملية بالسترس بتاع العملية بقلة الاكل بالمش عارف ايه بال بيخس بيخس بس كنت بعدي الكلام دوا بدون ما انا اركز لكن لما جال الاساس ايمن الحقيقة اه قال انا خسيت 11-12 كيلو في خلال 3 اسابيع الحياة وبعدين مش هو ده اللي شديني كمان اكتر ده قال لي انا الغريب في القصة كلها ان انا ما بقاش عندي انها من الاكل انا بقيت الاكل يتحط قدامي وبعدين بتدي اتكلم بقى مع زوجته ايه الحكاية قالتلي بص يا دكتور لا 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 ده ايمن انا مش مصدق ده ضحك عليك بتطيري ضحك عليك ازاي قالتلي ده رحم العملية انتك مي مضحك علي ايه شكت فيه شكت وسألته وجات سألتني الله 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 ده انت بس ده عصة غريبة عصة عمياتك مي مش عملية تستخبه هي مش بالضبط يعني مش رايح اعمل لازج يا انا فاعاتت بقى طبعا نبحث في الموضوع ونشوف لأينا طبعا في ارتباط وثيق ما بين قلة الاقتناق اثناء النوم وقلة الاكسجين وبين زيادة الوات زي ما حضرتك قلت وده تخصصك وشغلك هو فيه هرمونات جوع الليبتن والجريلن دي هرمونات مسؤولة على الاحساس بالجوع بس دي بتطلع من الفاندس او داستومة بتطلع من قبة الماء بتطلع من الفاندس او داستومة اكتشفوا ان الهرمونات دي بتتلخبط مع توقف النفس وقلة الاكسجين ولما بيتحسن الاكسجين ويتحسن دخول الهواء بتحسن الكلام ده كله الهرمونات دي بتتضبط مرة تاني ويبتدي العيان يرجع لحالته الطبيعية ويبتدي نهمه للأكل ويبص للأكل يبقى شخص طبيعي شخص طبيعي مش يقل ودي الحقيقة كانت مفاجأة مع الاساس ايمن وخلتنا نعيد حساباتنا كتير جدا في عيانين اللي هما الوفر ويت او الابيز العيانين السمنة ونقول هنتصرف معهم ازاي هل مثلا الكل عيانين الشخير هيقل الوزن هل ده يبقى بديل لعمليات التكميم ولا مش بديل كلام بقى يعني يعني هنتكلم فيه النهارة طبعا مفيش بديل طبعا مفيش بديل طبعا مفيش بديل لكن ده سر يعني ده جزء سري في ارتباط نقص الاكسجين خلي بالك يا جماعة احنا عنواننا كله مع دكتوري الشام في حلقاتنا كلها قيمة هذا السحر الذي يسمى بالاكسجين ده العنوان تمام ده العنوان الاعظم تمام الاكسجين ده هو يعني هو سر الحياة المية فيه اكسجين والاكسجين التنفس هو اكسجين وقيمة الارض كبق يعني وطن بنعيش عليه كلنا انه فيه اكسجين فعلا دور على لو لقينا مية اكسجين في اي كوكب تاني يلا روح نقعد هنا بالزبط خلصنا بالزبط طيب نقف قدام الاكسجين انت ما كانش الاكسجين بيدخل فيه صوت وفيه سد والتكوين بقى اللي هو ده صوت مش عادي يا حضرتك صوت عادي اه بجد يعني مش ببالة كان الجنان اللي فوق مني ولتحت بيسمعوا شقيري في البيت ما كانش حد بينام جنبي بيقفلوا على الباب وده الوحدي عشان يقدروا هما يناموا برا انا حضرتك ما بععدش كتير في مصر يعني بتحرك كتير بسافر كتير في مصر وبرى مصر طبعا معايا صحبة دايما يعني في السكن بيبقى معايا صحبة كانوا برضو بيبقوا مدايقين من شخيري واخر براحل ريطا ويدي حاجة كان بتزعاني يعني وكانوا بيصوروني فيديو ويفرجوني وكده ده ده حاجة مزعجة جدا الفكرة ده نوع من التنمر ومايصحش بس هوا بتعمل بين الأصدقاء يعني كان الصوت عالي جدا اه وانا نايم كت بحس بخنقة ومع الوزن برضو واخر براحل ريطا كنت بأكل بطريقة فضيعة يعني انا بحب الأكل أصلا يعني يعني كيف كيف عندي الأكل يعني زواق وحب أكل الطواجن والمشويات والسمك مش عارف ايه واروح أماكن معينة عشان بيبقى الأكلة بيبقوا عارفين اه يعني ممكن اروح مش هارف بعيد عشان نأكل يعني أكلة معينة في دماتي يعني مثلا تنزل السيدة عشان الكباب وكفتة معروف الله ينور عليك رايح مثلا نزلت السمان عشان خطر الله ينور بالضبط ممكن روح اسكندري عشان تعش اوه بساعد بقى أبات هناك مثلا أنا وصحابي بتاع كنا روح الغرداء شرم واخير بالك بروح السعودية بسافر بره 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 وبناخد سكن برده صحبة واخير بالك حضرتك فكانوا برضو وصحابي عجين جدا من شخيري غير أهلي بيتي واخير بالحرارتك فقررت ان انت تعمل عمالية آه وقلت باكل بقصرة جمدة جدا يعني فهمة تتخيل انا بوصف لي بعد بعد آآ عايز اكلم في موضوع الاكل ده معلش آآ لان انا حاسس ان انا بعد العملية بنى قدم تاني كرهت الاكل يعني انا بحب الاكل أصلا آآ بحب الاكل وبجري وراك ده انت حريف آآ بعمل انت حريف اكل آآ حريفة الاكل يبقوا عندهم من يعرفين النهاردة مثلا هاكل سمان آآ او هاكل مثلا كبدة جملي فانا عندي اماكن الكبدة الجملي في مصر آآ في الحتة زواق آآ عبا محتمل لا احب الاكل بعشا الاكل آآ بروفاشنال آآ وبياكل في البيت وبرى البيت وبابعت اجيب اكل مبرى وكده آآ يعني باجري ورا الاكل دلوقتي الخير بيبقوا قدامي كتير آآ اه دا خطر بأنهم ما باكلش دلوقتي آآ لا دا دلوقتي دا الاول كان بيبقى كتير وقولهم هاي يعني هل من المزيد آآ دلوقتي الاكل بخير ربنا كتير وما ما كلش لا آآ لا كويس حلو دا يعني شوف حضرتك انا ممكن مسلا ايه اكل في الطاقة مسلا فرخة دلوقتي اليوم كله ممكن اكل الرابع فرخة بازعلاني يعني كمان انت كلت الرابع اه يعني الرابع دا كتير علي يعني عندي سدت نفسي كده وانا مبسوط بكده يعني انا انا في خلال شهر نزلت 11 كيلو ومبسوط جدا لانت لو نزلت كمان لانا كنت على طول بنهج 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 وانا يعني مع حرارة كده حرارة تسمع انهيج صوت التنفذ بتاعي آآ كنت بنام بقصرة وما بشبعش من نوم لو نمت يوم 2-3 ما انام يعني ممكن ولا قاعد مع حضرتك كده وفي اجتماعه بتاع ممكن روح في النوم وشخ انت غايبو سلامك سندروم كلاسيكية ده بيسمه غايبو سلامك سندروم متلازمة المهيد اللي هو اكل كتير بوليفيجيا بوليديبسيا وزيادة وزن يعني بوليفيجيا بوليديبسيا وهايبرصوميا اللي هو محبة النوم يسمع غايبو سلامك سندروم متلازمة المهيد ده دلال على ان ارتباط متلازمة المهيد بنقص الاكسجين موجود دفنتلي يعني خلاص كان عندي كسل برضو بجانب الكده كان عندي كسل لدرجة ان انا قدت بصلي وانا قاعد يعني قطع في البلك حق يعني حتى الصلاة انت شباب يعني انت تتاربين الصلاة اللي هو اسهل حاجة كسل بقى كسل بعد العملية بيت نشيد جدا بصلي الحمد لله وبطلع السلم مرة واحدة بدل ما كنت بطلع السند على الترمزين وبطلع واحدة واحدة ومش عارف ايه بقى ليقت كويس احسن اه اه واكسجين بحاسس ان انت بتاخد نفس سلم لا احسن بكتير ما شاء الله ده انا بقول حاليبك انا بناد بنادم تاني بعد العملية اه انا عايز اقف فكرة الاكسجين هذا السر المهم اللي بتحسن بعد منزيل المشاكل هو كان عنده مشاكل طبعا اكيد في الطريقة دخول الهو طبعا طبعا الستود ايمان لما جاء للحقيقة وعملنا له الفحوصات بتاعته لقيته 140 كيلو انت عارف حيطك انا من لما بدي الريبورت بتاع المنظر انا حاطت فيه خانة ودي مش موجودة في اي مكان في خانة الويت الوازن لان انا بيبقى بيني وبين العين قبل العملية ديل الديل دوا لازم يلتزم بقبل العملية عشان يبقى كلامي documented وموثق بعد العملية منضمن الحاجات اللي انا اشترفتها عليه انت وزنك 140 كيلو لازم هتنزللي فاكر قلتلك كم كيلو هتنزلهم كام 40 40 كيلو قلتله برضو كملتله الجملة قلتله خد بالك اللي 40 كيلو دول مش هنزله بداية ولا هنزله عملية عملية التكميم عشان نبقى واضحين ويبقى كلامنا يعني ايه بنقصر علميا الموجود في القدوب ان الوزن بعد وزن معين الرجيم فيه تأثير وضعيف العملية افضل بالزبط كده فا استاذ عيمان لما بعد العملية وجيه وقال بتيجت اخس وبتيجت الامور زي ما هايك قلت كده هايبوثالاميك سندروم ده قصة شفناها ومتلازمة المهيل الاكل كتير النوم الكتير العطش الكتير شرب المياك كتير كنت باشرب مياك كتير في علام كنت باشرب قهوة كتير جدا انا مضمن قهوة يعني مباشربش شي ممكن اشرب 15-16 القهوة دي على طول قدام على المكتب كده في الجنقة اه كوبية تخلص يجيبه فجئني بعد العملية هو فجئني بعد العملية قال لي تاديد الوزن ينزل مباشرش اشرب حاجة ساعة كنت مضمن حاجة ساعة فزوجته كانت موجودة بتقول لي يا دكتور طبعا قالت لي بقى احنا ما كناش مصدقين والكلام ده كله قالت لي حاجة صريفة جدا بتقول لي انت عارف لما كنا بنعزم ضيوف كان قبل ما ضيوف يوصلوا ما كانش بق بص بيضحك ازاي اقولها ولا بلاش بيخلص الاكل بيدخل مطبخ يخلص الاكل يخرب عليك اهو الله والضيوف تيجي بومبا ايوه تجيب له اكل تانية بالضبط كده يدخل خلص الاكل في المطبخ وبعد كده اللي بيوف تيجي تقول له انت احركتني اعمل اجيب اكل قد كده اكتر من كده ايه طبعا انا بقول الكلام ده الحمد لله بيخويس فدي حاجة الحمد لله دلوقتي ايما بيأكل ربع فرخة ده شيء رائع جدا بس دي بحتاجت دراسة وممكن ما اسألش على الاكل كمان مش في دماغي ما بقاش في دماغي والاكل يقدم مني مش قد كده دي محتاجة دراسة كبيرة جدا قد نصل بهذه الدراسة انا معرف انا مقاريتش اي بحث رابط ما بين انه الاكسجين لما يتحسن بيحسن حالة الوزن بس الهايبو سلامس هاميك سندروم اللي احنا بقى بحكة لها دي ده يعني ده شيء منتشر جدا على فكرة مش حالة ندرة ولكن هي بصعوبة لانه هي ماشية في متلازمة السمنة ما هو واحد بيأكل كتير واحد بيشرب كتير واحد بينام كتير مهيدة سمنة محدش هيفسرها على انها المهيد في مشكلة يعني نقف قدامها كتير نقف قدامها كتير ايمن ايه تحب نخطب به تقول لي ايه في الاخر بقى بقول الحمد لله يعني انا بعجل عملية بيت من قدم تاني خالص بطلت ايأكل كتير بطلت اشرب كنت مضمن برضو حاجة سقعة والقهوة ما بيتش اشرب خالص انت تعمل كل حاجة ربالس اه كنت بدأت خان بطلت التدخين يا لهوي صحيتي بقت كويسة حاس انا ومبسوط بكده وعايز بقى احسن يعني انا توعدنا ان احنا نتقابل مرة جاية يكون وزنك ان شاء الله لا انا نزلت 11 كيلو في شهر ده حاجة حلوة يعني انا مبسوط بكده عايزين نتقابلك وانت ميه وان شاء الله يحصل باذني لان انا ما بقولش راتي يعني ممكن تقوله النهار قعد على طاقة وبسيطة يعني حاجة بسيطة ماشا احنا عايزين نستمر وعايزين نتقابل وانا مبسوط بكده بيقلك لك وانت 100 كيلو يعني هدول عليك وانت 100 كيلو 100 كيلو خلال شهرين ان شاء الله لاك بالشرط الشهر لاك بالزبط انا قلت انا لاته بالكتير اكتب فكرة عالية انا حاسس بالنزول يعني نورتني الله يبارك في حالك ضيفي العزيزين استاذ الدكتور هشام إبراهيم استاذ واستشاري الانفوزون الحنجرة واستشاري العلاج بالليزر وزملة الجامعية المصرية للشخير وامراض النوم وزملة الجامعية الأوروبية للشخير وامراض النوم استاذ الزائر بمستشفى رويل الكير وضيفي العزيزين الاستاذ أيمن مصطفى محمد كانوا ملورين النهاردة في الدكتور يبقى هذه الظاهرة تحتاج إلى تدريس وتدقيق شديد جدا هل هناك افتبط بنقص الأكسجين وتأثير الستيتي سنتر ومركز الإشباع في المهر الحالة اللي احنا بنقولها النهاردة ده ملفتة جدا لكن احنا مش جهة بحثية احنا جهة رصدية جهة إعلامية يعني الجهة البحثية جهة البحثية لازم نعمل كلنا في أي جامعة عن شمس الدعوة أصر العيني وإحنا هنتابع ده إعلاميا رصد للحالات لما بتبدأ تتحسن الأكسجين الداخل للمخ هل يتأثر الأبيتات سنتر أو ستيتي سنتر في الهايبوسولامس وبالتالي يبدأ الإشباع يبدأ إيه هذا سؤال علمي واضح وصريح ومهم للغاية خليكوا دايبا مع دكتور ترجمة نانسي قنقر